أعزائي المشاهدين قرب لصف كل مكان بعد نهاية مباراة اليوم بين الزمالك وفوتشر هناخد بعض الحالة التحكمية النهاردة ونتكلم عليها وفي الآخر نقيم طاقم التحكم لمباراة الزمالك وفوتشر النهاردة أول حالة تحكمية النهاردة في المباراة جد بدل قوي جد في الديئة ثلاثة وهدف ملغي براية المساعد الثاني في الملعب المساعد ادى تسلل وشفنا الحالة وشفنا المراجعة بتاعت الفيديو واتضح لنا ان الهدف سليم وقرار صحيح من طاقم التحكيم بتصحيح خطأ يبقى الحالة الاولية تحصيح الخطأ وهدف سليم وهدف صحيح لفوتشر في الديئة الثالثة الحالة الثانية تدخل من لعب فيوتشر بالمنظر ده هنشوفه مع بعض دي في الديئة 11 الرجل المرتفع بس ما وصلتش الرجل المرتفع للعب فيوتشر بالتهور بالمنظر ده لو وصلت للقدم باسترزات وشكل في قوة وسرعة ممكن نوصل الكارت الاخمر لكن الصورة اللي شفناها للعب فيوتشر بالمنظر ده هو انظار مستحق وقرار سليم من محمد الحنفي بانظار لفوتشر للتهور في اللقطة ده القرار سليم وانظار سليم الحالة الثالثة في الديئة 15 ورقل الجزاء صحيحة لنادي الزمالك المنظر ده طبعا الحنفي الميزة في اللعبة دي حاجة واحدة الحنفي واخد زود رؤية سليمة شايف ان بين الاثنين اللعيبة وبالتالي خد القرار بدون انتظار لقرار الفار ورقل الجزاء صحيحة فيها ماسك ورقل الجزاء صحيحة لنادي الزمالك وانظار مستحق للعب رقم 5 من فيوتشر تمت المراجعة من حاكم الفار وتم تأكيد confirmer القرار وقرار سليم نرى التنفيذ مع بعض بعد اللعبة قرار سليم من حاكم المبارأ محمد الحنفي و Wellington准امر من محمد عادل حاكم الفار وقرار السليم التنفيذ شايف انتنفيذ تم بصورة سليمة دخول الخفيف ده من اللعبة مش هيتمي بي كتير الحالة اللي بعد كده الحالة اللي بعد كده دي حالة المبارأ او الحالة الاهم في المباراة في الديئة 36 و تلاتية. فوجينا بحالة. الحالة في الملعب الحاكم ما خدش قرار. تم استدعاء من حاكم الفار. الحالة دي دي الحالة الاهم في المباراة. ولازم نتكلم فيها باستفادة. الحاكم الفار تم استدعاء طبعا استدعاء الفار. لازم استدعاء الفار. الحاكم الفار رأيه محمد عادل ان دي تستحق كارت احمر. محمد الحالة في راح شافها. بالمنظر ده. ويرجع خد قرار بانظار. طيب نتكلم الحالة. نتكلم الحالة ونقول ايه ليه الاختلاف بين حاكم الفار وحاكم الملعب. حاكم الملعب لما راح محمد الحالة في شاف اللعبة. لقى ان لقى نز مالك لعب القرى اولا. وبعد كده رجله استمرت وعملت خطأ باسترزات السلاح موجود للرجل اللعب الزمالك. ولكن مفيش في قوة مفيش في سرعة موجودة. وبالتالي القرار السليم من محمد الحنفي بكارت اصفر. ولا طرقها للكارت الاحمر. واستدعاء يعني انا شايفه انا شايفه مبالغ فيه من من حاكم الفار. ومع ذلك وصلنا للقرار الصحيح. راكلة حرة مباشرة وانزارة على اللعب الزمالك. ده لا تهور. ده ما وصلش لمرحلة ان احنا نوصل للكارت الاحمر فيها. الحالة اللي بعد كده. رجل الجزاء تاني اتابع سبر الزمالك. انا عجبني في اللقطة دي مكان محمد الحنفي والتمركز. وشايف ومقدر اللعبة وشايف ومش مستنى قرار الظهار. انا اعز في الاخر انا بحكم محكم في الملعب. وده مهم جدا. نشوف اللعبة ورجل الجزاء. الايد خارج الجسم. ايد لعف يوت شر. خارج الجسم. مكبرة الجسم. وراكل الجزاء صحيحة بدون انظار. وقرار سليم من محمد الحنفي باحتساب رجل الجزاء. مكبرة الجسم. وراكل الجزاء صحيحة وسليمة. واللي رجل احتساب. هنشوف التنفيذ معنا. تنفيذ سليم وقرار سليم من الحكم. مفيش في حاجة ممكن نعيد فيها التنفيذ بتعراج الجزاء. الحالة اللي بعد كده هنتكلم عن الحالة اللي بعد كده اللي هي هدف في يوت شر الملغي. في الديات الموسبعين. من ده قصة ديات فيه تسلل. فيه تقدم بجزء من الجسم اللي لها في يوت شر. المساعد خد قرار سليم باستمرار اللعب. وبعد كده درجة للتسلل. قرار سليم من المساعد الاول في المباراة. الغاء هدف يوت شر التاني قرار سليم. يعني بنتكلم انه عندنا حالات في المطش حالات كتيرة. وحالات معقدة للحكم ومساعدين. ولكن لغض الوقت بنتكلم ان كل القرارات اللي ماشي في المباراة ماشي الحكم ويطام التحكيم بصورة مميزة. الحالة الاهم في نهاية المباراة في الديقة خمسة وتسعين. انا بس بلوم على محمد الحالفي في اللغة دي حاجة واحدة بس. القرى دي دخلت جون. مش محتاج تصفر فيها. يعني كحكم بصفر في حالة واحدة لو فيه خطأ. وبالتالي كل اللي في الملعب دي ما صفر محمد على الهدف. كل اللي في الملعب تستنى بعد الصفره دي فيه خطأ. لكن الهدف يعني الهدف ما فيش فيه كرة داخلة ما دخلتش او في حاجة ممكن نشك ان الكرة داخل الجونة ما دخلتش. وبالتالي انا كحكم بشاور اشارة عادية خالص. وبطلق طلع مساعد معي هدف سليم. لكن عندما صفر الصفره دي كله شك فيه فاول، شك فيه حاجة. وبالتالي تلاي فرقتين واقفوا ويستغرابوا ويقصر اشار ويكلموا مني هدف. هنشوف اللطة مع بعض. كهات لعبة في مرة اولية انا فيش تسلل والمرة تانية انا فيش تسلل وتبا مراجع من الضار وهدف سليم لنادي الزمالك لهذا الهدف الثالث وهدف الفوس في مجورها انا بس زي ما قلت محمد الحنفي بس السفارة في الهدف الثالث مش مستحب في الجنس الطبيعي او الجنس اللي مفيش فيه اي اي مشكلة انه صفر فيه لأنا بشاور ومنغروس صفارة خالص وباحتسب الهدف انا كان بس في لقطة ما عاجبتنيش جدا نهاردة من كم مرة من الحكم الرابع حركة الحكم الرابع على الخط طول الوقت مش موجودة في اي دوري غير في الدور المصري اتمنى حكم الرابع اللي موجودين في الدور المصري اثبت مكانك في منطقتك ساعد الحكم اللي معاك عشان ما تقللش من قيمة الحكم اللي موجود في الملعب اثبت في المكان ودي قرار اللي هو محتاج منك قرار في المنطقة بتحتك المنطقة اللي انت موجود فيها بين الجهازين الفانيين وقوم بدورك لكن حركتك الكتير على الخط بتخلي نظر الناس كلها تروح ليك وده مش مزبوط في التحكيم اتمنى التوفيق للتحكيم المصري النهاردة شفنا اداء مميز من طواب التحكيم بالكامل ان شاء الله نتمنى التحكيم المصري بالمنظر ان شفناه النهاردة يستمر في المنبارات القادمة ان شاء الله دي كل ما عندنا نهاردة في ماتش الزمالك الفوتشر شكرا لكم سلام عليكم